صلوا 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 على رسول الله امرأة مسلمة تضع النقاب كانت تقوم بالتسوق في سوبر ماركت في فرنسا وبعد الانتهاء من التبضع ذهبت إلى الصندوق لدفع ثمن الأغراض التي اشترتها وخلف الصندوق كانت هناك امرأة متبرجة من أصول عربية تعمل في الصندوق فنظرت إلى المنقبة بنظرة استهزاء ثم بدأت تحصي السلع وتقوم بضرب السلع على الطاولة لكن المرأة المنقبة لم تحرك ساكنا وكانت هادئة جدا مما زاد العربية غضبا فلم تصبر وقالت لها وهي تستفزها لدينا في فرنسا عدة مشاكل وأزمات ونقابك هذا مشكلة من المشاكل فنحن هنا للتجارة وليس لعرض الدين فإذا كنت تريدين ممارسة الدين أو وضع النقاب فاذهب إلى وطنك ومارس الدين كما تشاء توقفت الأخت المنقبة عن وضع السلع في الحقيبة ونظرت إليها ثم قامت بكشف النقاب عن وجهها وإذ هي شقراء زرقاء العينين قائلا أنا فرنسية الأصل وأبائي وأجداد فرنسيين هذا إسلامي وهذا وطني فأنتم من بعتم دينكم وأخلاقكم باسم التقدم والرقي ونحن اشتريناه منكم لأننا نعلم أن الإسلام هو دين الكرامة والرقي والتقدم وهو دين السعادة في الدنيا والآخرة فأنا متمسك بتعاليم ديني بكل فخر وبدون خجل فرح لأنت عن وطني فخجلت البنت المتبرجة العارية من كلامها وشعرت بأنها أخطأت فذهبت من مكانها بدون أن تتكلم الآن أخبروني أعزائي ما عذر من تساهلت بحجابها في بلادنا إلى كل بنت مسلمة إلى كل أخت عفيفة نصيحة مني أن تلتزم بالزي الإسلامي الذي يسترك بحق ولا تكون خجولة لأنها تستر جسمك كي لا يراه الرجال فالمرأة المتبرجة هي التي لا بد أن تكون خجولة مما تفعل وتخجل لأن جسمها يراه الرجال الغرباء بدون حق فاتق الله يا أختي في ملابسك هدان الله وإياك إلى الصراط المستقيم أرجو المشاركة مع الجميع لكي تعم الفائدة